كاتو معاكو يحي داود والنهاردة ان شاء الله هنتكلم عن حال التقس يوم الاربعاء الموافق 11-12-2019 اعلنت الهيئة العامة للارصاد الجوية انه يوم التقس غد الاربعاء ان شاء الله يكون دافئ على السواحل الشرقية ومائل الدفع على السواحل الغربية والواجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد ويدافئ على جنوب الصعيد نهارا وبارد ليلا وكمان السحب المنخفضة المتوسطة بتتكاثر على شمال البلاد وبتقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا على مناطق من شمال البلاد لشمال الصعيد والرياح معتدلة بتنشط على غرب البحر المتوسط درجات الحرارة الواجه البحري والقاهرة درجة الحرارة العظمة 21 والصغر 15 السواحل الشمالية والغربية العظمة 22 والصغر 15 السواحل الشمالية الشرقية وشمال سينة درجة الحرارة العظمة 23 والصغر 15 جنوب سينة والغربية بيكون العظمة 26 والصغر 18 أما شمال الصعيد فدرجة الحرارة العظمة 22 والصغر 12 وجنوب الصعيد 11 درجة الحرارة العظمة 26 والصغر 12 تابعونا دايما على جروب حالة التقسيوم بيوم على الفيسبوك وندخلوا اعملوا اشتراك في القناة دي بتضغطوا على الصورة اللي ظهر قصدكو وبتدخلوا جوا بتلاقوا كلمة اشتراك باللون الاحمر بتضغطوا عليها وبتضغطوا على الجرس اللي جنبها عشان يجيلكوا كل فيديو عن حالة التقسيوم بيوم استناكوا في فيديو جديد بكرة ان شاء الله مصدر